معاناة مستمرة للنازحين القادمين من المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب الذين تعرضوا لحملة تهجير بعد أن قامت الميليشيا الحوثية بقصف منازلهم في عدد من قرى مديرية الجوبة أكثر من عشر ألف أسرى وصلت هنا إلى محافظة مأرب بحسب تقديرات مكتب حقوق الإنسان نشاهد أن المجتمع المضيف هنا في محافظة مأرب هو الذي استضاف هؤلاء النازحين تأتي أسرى لتسكن بجانب أسرى أخرى ثم بجانب أسرى ثالثة ليصل عدد الساكنين داخل المنزل الواحد لأكثر من ثلاث وأربع أسر كما نشاهد هنا في الصورة فإن أسطح المنازل أصبحت أيضا خيام للنازحين القادمين من مديرية الجوبة لا يوجد حتى الآن أي مخيم لهؤلاء النازحين قامت به المنظمات الدولية التي يشكو النازحون هنا من تقصير كبير المعاناة كثيرة والمتاعب كثيرة والمشاق كثيرة نزحنا من بلادنا وصلنا إلى مهارب وكل واحد يدور المعروفة يستضيفها بخيمة فوق جوب ولا يجبجوار بيته ولا في أرضية وبعض الناس على من تشاهدوا هنا يعني حلق بدون خيام حلق بدون حمامات حلق بدون كلها يعني الأوضع على من تشاهدوا وضع سيء ومتعب والمنظمات مسهلين فينا ماذا يدوه شيء إلا حسب المعارف وحسب الواسطات وحسب كذا وحسب كذا وخلق الله متفرقين في كل مكان ولحد الآن عدنا منتظرين عدهم بيدون ناجي عشرة آلاف أسرة وما يزيد من النازحين القادمين من مديرية الجوبة إلى هنا إلى محافظة مقرب لم يجدوا أي مخيم يلتجئوا إليه أصبحت المناطق المفتوحة والمنازل في الحارات عند المجتمع المضيف هي من تأويهم كما نشاهد في الصورة فإن أثاث منازلهم لم يستطيعوا إدخاله حتى الآن إلى أي مكان أيضا الأطفال يحاولون هنا ترتيب ما استطاعوا نقله إلى محافظة مقرب وكل الأوضاع الإنسانية التي تبدو في الصورة لم تجد أي منظمات إنسانية تقوم بواجب وهؤلاء النازحين بحسب المهجرين القادمين من مديرية الجوبة محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث مأرب